خلينا ناخد من الأسئلة اللي معانا دولت بسرعة السلام عليك يا دكتور هالة أنا والدي متوفي وأنا في عمر صغير جدا وأنا حاليا 28 سنة من وقتها وأنا بسرق مع إني ما كنتش محتاجة حاجة آه طبعا أنا هقولك ليه بحيث بس الحمد لله حاليا أنا بشتغل وتبطي إلى الله بقالي كذا سنة الحمد لله رب العالمين بس أنا شايلة زنب السرقة دي وما عنديش جرء أن نروح ودي الفلوس لأصحابها وفي كتير جدا مش متذكراها منها أنا بطلب من ربنا المغفرة تمام بس أقولك على حل تاني بس هل في طريقة أيوة في طريقة تقدر توفي بيها أقول لأصحابها أن أنا مش أقدر أعمل كده ونقول لهم تمام ما تعمليش ولكن لو عارفة أن البيت دوت مثلا أقدر مثلا منه كده الحمد لله أنك توبتي طبعا الأمر تعود السرقة عندك مش محتاجة ممكن تكون بش الأمان المجايب يعني تعود أمر نفسي بالأمر ده أيا كان التوصيف دلوقتي مش مشكلتنا مشكلتنا دلوقتي يا توب إزاي الحمد لله مش أعمل كده تاني انتهاء وقفت الزمن أرد الحقوق لأني دي حقوق للناس طب مش عارفة بالوايم كده البيت ده كان خمسين جني تمام يبقى أنا لهم عيل بيدرس لهم كذا قد جيب له حاجة بقيمة الخمسين أو أزود عليها شوي البيت التاني وهكذا إن شاء الله اقتطع بصي والله اللي بينوي السداد للي عليه من الأمور الله سبحانه وتعالى بيعينه وبيصد عنه وأعرف حالة موجودة حاليا في 2020 هي حالة وحالة يعني حد كبير وربنا فتح عليهم من واسع جامد جدا جدا وكان عليهم ما يقرب من فوق مثلا الميت ألف ولا حاجة مش ديون يعني واخدين حقوق من الناس بدون الناس ما يعرفوا لكن تابوا إلى الله وفي خلال خمس سنين كانوا مسددين الأمر وعملين وقف قرد حسن لكل اللي بيحتاج حاجة وكده عشان ما يمدش إيده وما ياخدش من حد يعني ربنا بيعين وبيعين وكدش فيهم تلاقي الدموع نزلة كأن مية بتغلي كده من عينهم نزلة إن احنا عملنا الأمر ده ولكن تبنا إلى الله وسدينا بفضل الله تعالى ووزدنا عليهم وعملوا وقف لمبلغ من المال في مشروع كل ما الربح بتاعه ييجي ييجي قرد حسن لكل حد محتاج فأنت تأييمي كده كل بيت كذا عندهم حد قولي عندهم مش عارفة محتاجين كذا دخلت رمضان دخلت عيد دخلت حاجة اعتبوا يا عامل كل سنة وانتوا طيبين وعيدوا عليكم بخير من غير أي حاجة دنيا صدقة بأي حاجة بأي نية بالنية الهدية وأي نية وانت بقى إنوي مع نفسك وكده وانتهي بنت على الأمر وادو الله سبحانه وتعالى يكبر بقلبك ويعواضك اللهم أمين أخوة